نحن الآن على ما يسمى تل القطر حيث قام بواسل الجيش العربية السوري وقوات الدفاع الوطني بالسيطرة على هذه المنطقة الهامة التي تعتبر خط امداد للارهابيين والذي يمتد وصولا إلى بلدة العامرية كما نشاهد بأصور هذه المزارع تمتد إلى بلدة العامرية وعين حسين الجنوبي حيث تعتبر أهم معاقل الارهابيين وتستخدم من قبل مجموعات مسلحة لإطلاق قذائف الهون والقنص على المواطنين في قرى منطقة المشرفة وكل القرى المحيطة في هذه المنطقة كما نشاهد أيضا هذا البناء كان يعتبر أحد أوكار الارهابيين قامت بواسل الجيش العربية السوري بذكه وتدمير جزء منه ومقتل عدد من الارهابيين في هذه المنطقة والآن نرصد كيف يتعامل بواسل الجيش العربية السوري مع أحد القناصين داخل قرية العامرية ومع أحد مرابض قذائف الهون التي يطم إطلاقها من الجهة المقابلة من جهة العامرية كيف عم نتعاملوا مع المسلحين في هذه النقطة؟ نحن نتعامل معهم بالأسلحة حسب الأمدي لضرب مواقعهم وتجمعاتهم بحيث أنه ما يستطيعون يتسللوا وبحيث نحن نسبتهم ونتقدم في المرحلة القادمة وصلنا هنا إلى أحد أوكار الارهابيين في منطقة تل القطر كما نشاهد هذا الوكر كانت تستخدمه المجموعات الارهابية لإطلاق قذائف الهون والقنص وبعض المعدات السقيلة من أدواتهم الإجرامية للاعتداء على المواطنين والبلدات والقرى المجاورة في هذه المنطقة تمت السيطرة على التل القطري بالتعاون طبعا مع وحدات الدفاع الوطني طبعا تم السيطرة عليه خلال مدة قصيرة جدا حيث تم تدمير عدد كبير من آليات المسلحين وقتل عدد كبير أيضا من الإرهابيين طبعا التل القطري يعتبر ذات أهمية كبيرة نظرا لموقعه المرتفع حيث يطل على عدد كبير من محاور التي يقوم المسلحون بالتحرك من خلالها والتسلل والوصول إلى المناطق الآمنة لإلحاق الأزى بها سيطرة على هذا الموقع نكون قد قطعنا طرق الإمداد عن المسلحين الجيش العربية السورية سمروا بعملياته الناجحة بضرب الإرهابيين لأخبار التلفزيون العربية السوري معين درغام ريف حمص الشمالي اشتركوا في القناة